الترابط الشخصية في مشكلتها إنه ما فيش توافق مع الآخرين مش عارف يتوافق في داخل المجتمع ده بيحتاج علاج نفسي وعلاج سلوكي لكن عايزة أرجع مع حضرتك خطوة وراء شوية فكرة النرجسية إحنا عارفين هي حب الذات أو عشق الذات حتى تاريخيا يعني النرجس أو الزهرة نفسها كان في أمير بيحضق على المياه ويرى وجه نفسه كان بيعشق إنه يشوف وشه على صفحة المياه فجأت فكرة إنه حب الذات يعني حب الذات هل هو لون مرضي ولا إحنا محتاجين نحب نفسيين يعني محتاجين أشعر بذاتي ونفسي إلى درجة ما وبعد هذه الدرجة قد تتحول إلى مرض هو طبعا فيه فرق بين التصالح مع النفس أو مع الذات وبين الثقة بالنفس وفيه فرق بين النرجسية الإفراض في الثقة النرجسية بتخلي الإنسان يبتدي يحاول يصغر من الآخرين كمان يعني يحاول إنه يقلل من قيمتهم يحاول إنه يدني من قيمتهم ودي نقطة خطيرة على أساس إنه ده بيعلي من قيمته هو إنه يقلل من شأن الآخرين طبعا ويمثل تهديد ليه في أماكن العمل مثلا إنه يحس إنه فيه حد متفوق أو فيه حد متميز فكده هو بيقترب من قيمته فيبتدي يحاول إنه يمشي من العمل أو يورطه في مشكلة ده اللي بنشوفه بقى ده إتراب الشخصية النرجسي في داخل الأسرة نفسها ساعات يكون أب نرجسي أب نرجسي في منطقة الخطورة فيلاقي يعني بيعمل إيه؟ نعم؟ يعني بيعمل إيه؟ ما أنا بيحكي لحضرتك أهو هو أب نرجسي فيبتدي يشوف إنه فيه واحد من أولاده له شخصية أو صاحب قرار أو ما بيخدش رأيه في كل حاجة وهو ابنه فيبتدي إنه هو يتعامل معاه بعنف ويبتدي إنه هو يصر إنه هو يصغر منه أمام إخواته أو يصغر من شأنه يعني قصدي ده وضع حتى جوه المنزل الزوج نرجسي اللي هو الموضة في الكلام دلوقتي ولما يشعر إنه الزوجة يعني ليها كرامة قدام كرامته ليها شخصية وده يزعل جدا لما يلاقيها بتتفوق في عملها ولقيها بتتفوق في دراستها وبتتميز لا حتى تتميز عنه بعد شوية فيبقى الوضع بتاعها أقوى من وضعه فيبتدي يقرر إنه هو يضعف من شأنها أو يحوش عندها المشاكل الإجتماعية بتاعة النرجسية مشاكل كبيرة جدا 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 لكن اضطراب الشخصية النرجسية ممكن يخضع للعلاج أه طبعا بس علاجه صعب وبياخد فترة طويلة جدا وبالأخص إنه هو اضطراب الشخصية النرجسية عادة ما بيجيش لوحده ده عادة بيجي معاه نوع أو نوعين من اضطرابات الشخصية الأخرى بس لازم في الأول أعترف إن أنا مريض بهذا المرض لا مش هيعترف دائما في فكرة الإنكار أنا شخص غير نرجسي مش هيعترف الاعتراف ده لي علاقة بما يعرف بالاستبصار هو ما عندوش استبصار عادة يعني استبصار يعني عارف إنه مريض فعشان يعترف معناه إنه عارف إنه مريض هو مش شايف إنه هو مريض هو شايف إنه هو يستحق أكثر من الآخرين لأنه فعلا متميز عنهم فهو مش قادر يشوف النقطة لحضراتك بتقولها دي إنما إيه اللي بيخليه ممكن يخضع لقضية العلاج إنه يلاقي إنه فعلا هو بيقع في مشاكل كبيرة جدا مع الناس في شغله وفي بيته ومع أصدقائه اللي بينفروا منه طبعا بعد شوية لأنه دائما متعالي عليهم بشكل غير عادي فبيفقد حتى أصدقائه بيفقد العلاقة مع أخواته لأنه دائما عايز يتميز عنهم بوضوح ويشعرهم بهذا فمحدش قادر إنه يتعامل معه بسهولة بيخسر الناس كتير